أود أن أؤكد على أمري حسنا الأول هو أن هذه الحرب التقليدية وقعت خلال حقبة الحرب الباردة وفي إطار الأجواء الشاملة للحرب الباردة حيث كانت كمواجهة بين العقيدة السوفيتية والعقيدة الأمريكية أو عقيدة الناتو العقيدة السوفيتية أكثر صرامة وأكثر تنظيما بالشكل الذي يسمح لها بدفع هذا العدد الكبير من الدبابات للهجوم مع مضادات الدبابات والطائرات على الجانب الإسرائيلي كانت توجد العقيدة الغربية والعقيدة الأمريكية بشكل أساسي وبالطبع كانوا معتادين على المناورة بالدبابات والطائرات لأنهم كانوا يؤمنون بأن الطائرة هي بمثابة مدفعية الطائرة كانت تلك هي المرة الأولى التي يختبر فيها الجانبان السوفيتي والأمريكي بعض الأسلحة الجديدة مثل صواريخ ساجر المضادة للدبابات وصواريخ تو المضادة للدبابات من الجانب الإسرائيلي لذا فإن هذه الحرب أتاحت الفرصة لتجديد العقيدة العسكرية التقليدية للجانبين لكي تؤكد على مبدأ المناورة بالأسلحة المشتركة وتنظيم التعاون وهذا هو دائما أحد العناصر الرئيسية في هذا الصراع في أوكرانيا الأمر الثاني وهو تقييمي الشخصي ربما تعلموا أننا الآن نتحدث أكثر وأكثر عن الحرب الهاجين والهاجين لا تعني الجانب العسكرية للحرب فحسب بل تعني أيضا الجوانب الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومواقع التواصل الاجتماعي والحروب النفسية والهجرة والاتصالات لكن في حرب أكتوبر كانت المرة الأولى التي تدخل فيها بعض الجوانب الاقتصادية في هذا المجال وأعني بهذا ما تم من فرض الحظر النفطي الذي فرضته البلاد العربية التي كانت قادرة على إنتاج ما يقرب من 90% من إنتاج النفط العالمي في ذلك الوقت حيث قامت تلك الدول بقطع إمداد البترول للدول الغربية وتقليل الإنتاج لممارسة الضغط على أوروبا والولايات المتحدة وأوروبا واليابان وإسرائيل من أجل وبشكل رئيسي ممارسة الضغط على الأمريكيين ثم على إسرائيل لإيقاف الأعمال الإسرائيلية التي لم تحترم وقف إطلاق النار في المرحلة الأخيرة من الحرب الذي صدر يوم الثاني والعشرين من أكتوبر وأيضا يوم الخامس والعشرين من أكتوبر وفقا لقرار مجلس الأمن التابعي للأمم المتحدة رقم 338 إيقاف تصدير النفط أدى إلى وجود مشكلة كبيرة في الدول الأوروبية وتوقفوا عن دعم الأمريكيين في الجسر الجوي الذي نقل 22 ألف طن من المعدات العسكرية ما عدى البرتغال التي استمرت في دعمهم ووفرت لهم مطارها العسكرية في جزيرة أزوري كمحطة ترانزيت للطائرات وكان هذا هو الجانب الآخر من تلك الحرب الهاجين اقتصاديا وتجاريا وكان سببا في الحفاظ على الوضع بعد يوم السادس والعشرين من أكتوبر الذي تم فيه تطبيق وقف إطلاق النار وإعلان الهدنة وهو الذي لم يطبق بشكل كامل دائما ولم يحترم دائما من كل الجانبين حيث كانت تقع بعض المناوشات الصغيرة في بعض الأحيان بين هذين العدوين وهذا الفعل الاستفزازي أو هذا القرار تطلب قيام إسرائيل بإبقاء آلاف الجنود والضباط الاحتياط في الخدمة وهذا تسبب في حدوث مشكلة في قطاع الأعمال الإسرائيلي نظرا لقلة الأيد العاملة في المصانع والصناعات لأن هؤلاء الجنود الشباب كانوا هم أنفسهم العمال الشباب كانوا العمودة الفقرية للمجتمع الإسرائيلي نعم كانت هذه مشكلة للمجتمع الإسرائيلي والنقطة الأخيرة هي أنه ولأول مرة يدرك القادة الإسرائيليون مدى التأثير النفسي لأول مرة يرى القائد الإسرائيلي أن عددا من الجنود وأعني عددا ليس بالقليل عانوا من مشكلة نفسية وهنا عليك أن تفكر بعقلية الجانب الإسرائيلي في الحروب الثلاث السابقة أعوام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين وألف وتسعمائة وستة وخمسين وألف وتسعمائة وسبعة وستين كانوا هم الجانب المهاجم أما في هذه الحرب الرابعة كانوا هم من تلقى الهجوم وعانوا من هذا الهجوم لذلك لم يكونوا قادرين عقليا ونفسيا على القيام بالدفاع أو اتخاذ مواقف دفاعية لأن موقفهم كان كانوا تحت تأثير المفاجأة والصدمة نعم لأن موقفهم كان دائما القيام بالمناورة والهجوم لذا فإنني أعني أن القوات الجوية والقوات البحرية والقوات البرية الإسرائيلية كانت تعمل دوما كقوات مهاجمة وهي من تبدأ بالهجوم على الطرف الآخر لا تكون مستقبلة للهجوم وهذا يغير العقلية والقدرة وعقيدة القوات الإسرائيلية في الحرب المقبلة التي سيكون عليهم خوضها التي يجب أن يجب أن يجب أن يجب